أولي المزيد من المتابعة ينضموا لنا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في الجديد لديك تحياتي لك يوسف يعني ربما اليوم الجديد هو في مطار العريش وفي معبر رفح فيما يتعلق بمطار العريش الزيارة الهامة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الذي توجه على رأس وفد من الأمم المتحدة إلى معبر رفح دخولا إلى قطاع غزة فهذه الزيارة مهمة لأنه ربما أشار وزيرة الخارجية الأمريكية إلى سماح إسرائيل بدخول وفد من الأمم المتحدة لشمال غزة لتفقد الأوضاع هناك فهذه الزيارة مهمة ومرتقبة مع زيارات عديدة وربما بالتزامن مع عمل الوزيرة الهولندية ساجرة كاج كمنصقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة هذه الزيارة تم التأكيد فيها أيضا على الجهود المصرية الموجودة في مدينة العريش من إدخال وتجهيز وإرسال المساعدات المختلفة واستقبال عدد المصابين والجرحة على الجانب الآخر إذا تحدثت عن معبر رفح اليوم هو استقبل بالفعل هذه الزيارة التي توجهت إلى شمال قطاع غزة بالإضافة إلى استقبال الجرحة والمصابين نتحدث عن استقبال ما يقرب من 40 مصاب اليوم يتم تقديم كل الخدمات العلاجية المختلفة لكن اليوم نحن مع تطور جديد فيما يتعلق باستقبال الحالات الإنسانية هناك عشرات الحالات الإنسانية التي تم استقبالهم اليوم هذه الحالات ستتجه إلى المستشفيات التركية من خلال مطار العريش لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة وإضافة إلى الشاحنات التي تحدثتم عنها التي دخلت نتحدث أيضا عن أنه منذ صباح هذا اليوم دخل إلى منفذي كرم أبو ثالم والعوجة لإجراءات التفتيش نتحدث عن أكثر من 200 شاحنة منهم أربع شاحنات اتجهوا بالفعل إلى مخيم خان يونس بالإضافة إلى دخول عدد من شاحنات الوقود وأيضا استقبال الجرح والمصابين وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم نعم زميلي مراسل التفتيش المصري محمود جميل شكرا جزيلا لك